بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد أصل الجمال صلاة ليس لها كيف ولا مثال وصلي عليه بقدر ما له من بهاء وكمال وأذقنا بها لذة الوصال وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعساء والأوفياء في كل مكان سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله تسبيح المضطر مع دعائه ينقلك الله ببركته من الطيق إلى السعى ومن الذل والقهر إلى العزة والنصر وأمور كثيرة أخرى فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله إذا كنت تمر من فترة ضيق حال أو فقر أو شدة أو مشكل صعب لا تعرف له مخرجاً أو لك أعداء يمقرون بك وتريد أن ينصرك الله عليهم نصراً عزيزاً فتوجه لله سبحانه جل في علاه بهذا التسبيح الجليل بنية صادقة وبيقين تام وسترى بإذن الله تعالى عظيم فرجه وسرعة مدده وجميل فضله في الأمر الذي نويته طبعاً مدته سبعة أيام على الأقل ويمكنك أن تزيد من الأيام ما شئت يقرأ صباحاً ومساء في أي وقت تريد وعلى أي حال كنت من الأفضل طبعاً أن تكون على طهرة ووضوء ولكن هذا ليس شرطاً وعلى بركة الله التسبيح هو أن تكرر أو تقول سبعون مرة صباحاً وسبعون مرة مساءاً سبحان من ملك فقهر سبحان القوي القادر أني مغلوب فانتصر تكررها كما سبق وقلت بسبعون مرة دون زيادة أو نقصان ثم بعدها تقول هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكراً للعابدين اللهم يا نور الظلمات ويا رب الكائنات يا مسل العطيات يا واهب الرحمات يا مولى المكرمات يا عظيم الذات وعظيم الصفات أتيتك متوكلاً عليك متوسلاً إليك بمن حبه دين ووسيلته يقين رحمتك للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين وبآل بيته الطاهرين الأطهار الطيبين وبأوليائك الصالحين والرسل قبل ذلك والنبيين وملائكتك الساجدين الراكعين وحملة عرشك المستغفرين وأهل حضرتك أجمعين وبالشهداء والنجباء والصديقين وما نزل به الأمين على الأمين فقد حاجتي فيما سألتك وأغثني بعاجل إغاثة منك لا تصدر إلا عنك ربي إني مسني الضر ونصب وعذاب ومكر شيطان وحسد حاسد وريب مرتب فأغث عبداً لك لم يقم إلا بك واغنني بفضلك عن سواك وقني الردى والهلاك يا منقدي من حصرتي يا مقيلي في عثرتي يا مؤنسي في وحشتي ويا صاحبي في غربتي جئتك من جناب نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كشفت ضري وقويت سري ونصرتني على كل ذي شر ونجيتني من كل كرب ورزقتني من كل صوب برحمتك يا غوثاه يا رباه بجاه صاحب الجاه وبسر سر أهل الله افعل بي كذا وكذا يعني تسأل الله حاجتك تختم مجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله بأي صيغة شئت وبأي عدد شئت ثم تقرأ صورة الفاتحة مرة واحدة وتقوم بعدها وسبحان الله ستلاحظون أن هذا التسبيح مع دعائه خفيف جدا على اللسان وعلى الخطر حتى من همتهم ضعيفة جدا أو لديهم إصابات روحية تبعدهم عن ذكر الله سبحان الله يجدونه سهلا ميسرا ولا يملون منه وصلنا أحبابي في الله إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا على متابعتكم ووفائكم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته